بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنقوم من خلاله بتصحيح تمرين المتجهات الصالح للمستوى الثالثة اعدادي وللجدوع المشتركة. اذا على بركة الله لدينا A, B, C, D متوازي اضلاح. المتجهة DN تسوي خمسة على سة المتجهة DC والمتجهة BM تسوي سة على خمسة المتجهة BC. اذا السؤال الاول لنحسب المتجهة AM والمتجهة AN بدالة للمتجهتين AB و AC والسؤال الثاني لنستنتج ان النقطة A و M و N نقطة مستقيمية. اذا اول حاجة قبل ما بدأوا في الاسئلة لننشئ النقطة N و M وخاما مطلوب منش منا. اذا لدينا المتجهة DN تسوي خمسة على سة المتجهة DC هذا يعني ان النقطة D و N و C نقطة مستقيمية. وبالتالي لانشاء النقطة N قد ناخد قطعة D و C و قد نقصمها على السة و قد ناخدخل خمسة ديال الاجزاء ابداء من النقطة D. اذا قد نقاط قطعة D على السة اذا هنا قسمناها على جوج وهذه قدي نقصمها على ثلاثة و هنا قد نقصمها على ثلاثة بمن بعدنا ستا ديال الاجزاء. إذن ابتداء من النقطة D سنأخذ خمسة أجزاء إذن هذا الجزء الأول الجزء الثاني ثالث الرابع الخامس إذن النقطة A ستكون هنا إذن الآن لننشئ النقطة M إذن لدينا B M تساوي ساعة حمسة متجهة B C هذا يعني أن النقطة B و M و S نقطة مستقيمية وبالتالي لإنشاء النقطة M نقسم قطعة B C على خمسة ونأخذ ساعة الأجزاء انطلاقا من النقطة B إذن نقسمها تقريبا القطعة B C على خمسة إذن مثلا نعتبر هذا هو الجزء الأول هذا الجزء الثاني هذا التالث هذا الرابع وهذا الخامس إذن نحتاج سد الأجزاء ابتداء من النقطة B إذن واحد جزء ثلاثة ربعة خمسة ونزيد جزء آخر وهو S إذن نقطة M ستكون هنا إذن الآن السؤال الأول نحسب المتجهة A M والمتجهة A N بدلاًا للمتجهة A B و A C إذن بدلاًا للمتجهة A M إذن لدينا المتجهة A M إذن باستعمال علاقة الشال قد ندخل لنقطة ما بين النقطة A والنقطة M إذن المتجهة A M تساوي المتجهة A B زائد المتجهة B M إذن إحنا نحتاج المتجهة A B غير نحتفظه بها وبالنسبة للمتجهة B M حسب المعطيات هي S على خمسة المتجهة B C إذن غير نعوضها إذن تساوي المتجهة A B زائد ستا على خمسة بسي. باستعمال علاقات شرع المتجهة بسي تساوي المتجهة با زائد المتجهة اسي. تساوي المتجهة اب زائد. ونشر هذه. اذا ستا على خمسة با زائد سا على خمسة اسي. وقد نعرف ان كل متجهة تساوي ناقص المتجهة العكسية لها. وبالتالي سنحصل على المتجهة اب. هنا سا على خمسة با ستا على خمسة اب زائد سا على خمسة اب زائد سا على خمسة اسي. انكمل هنا تساوي. اذا بالنسبة اب ناقص سا على خمسة اب قد نوحد المقام. اذا عدنا هنا في المقام واحد. اذا المقام المواحد هو خمسة. اذا قد نكتب خمسة في المقام. هنا واحد فج ضربتها. نضربتها في خمسة. اذا حتى متجهة اب نضربها في خمسة هي خمسة. متجهة اب. ناقص ستا على خمسة فاجدرت خمسة في الواحد. اذا انت ست نضربها في الواحد. اذا ستة المتجهة زائد ستة على خمسة المتجهة تساوي. اذا خمسة ناقص ستة هي ناقص واحد على خمسة المتجهة زائد ستة على خمسة المتجهة اذا احنا عندي تعميل. قد نعمل بواحدة على خمسة. قد نحصل الى واحدة خمسة ناقص المتجهة AB زائد ست للمرات المتجهة AC. إذا الآن المتجهة AM تساوي 1 على خمسة عامل لناقص المتجهة AB زائد ست للمرات المتجهة AC. إذا الآن لنحسب المتجهة AM بدلالة المتجهة AB والمتجهة AC. اذا لدينا المتجهة AN تساوي المتجهة AD زائد المتجهة DN. ونحن في السؤال لا نحتاج للمتجهة AD. ونعرف ان ABCD متوازئة له. اذا المتجهة AD تساوي المتجهة BC. وبالتالي سنعود المتجهة AD بالمتجهة BC. زائد DN حسب المعطيات هي خمسة على ستة DC. اذا سنعود ها ونكتب خمسة على ستة DC عوض DN. اذا بامكاني نعود المتجهة BC بالمتجهة BA زائد المتجهة AC. زائد خمسة على ستة والمتجهة DC. نعود ها بالمتجهة AB لان ABCD متوازئ اضلع. عندي هنا هي المتجهة BA وانا محتاج متجهة AB وكان اعرف ان كل متجهة تساوي ناقص المتجهة العكسية لها. وبالتالي سنعود المتجهة B بنقص المتجهة AB. زائد المتجهة AC زائد خمسة على ستة المتجهة AB. اذا هنا عندي ناقص متجهة AB. هنا عندي زائد خمسة على ستة متجهة AB. اذا سننوحد لهم المقام. المقام الموحد هو السا. اذا المقام بالنسبة للمتجهة ناقص AB هو واحد. اذا قد نحط هنا ست فاش ضربت واحد ضربتها في ست ناقص AB. قد نضربها في ست هي ناقص AB. زائد ست فاش ضربتها في واحد. اذا انت خمسة نضربها في واحد. بعد نحتاج تغيير زائد خمسة المتجهة AB. وما ننساش زائد المتجهة AC. تساوي ناقص ست المتجهة AB زائد خمسة المتجهة AB هي ناقص واحدة لست المتجهة AB. زائد المتجهة AC. إذن هنا بإمكاننا نعمل بـ 1 لس وعدنا نحصل على 1 لس عامل الناقص المتجهة AB زائد 6 مرات متجهة AC وبالتالي المتجهة AN تساوي 1 لس ناقص المتجهة AB زائد 6 مرات متجهة AC إذن الآن السؤال الثاني لنستنتج أن النقط A و M و N نقط مستقيمية إذن لنبينه بأن ثلاثة النقط A و M و N نقط مستقيمية خاصنا مثلا نبينه أن المتجهة AM تساوي 1 لعدد كمضروبة في المتجهة AN ولدينا حسب السؤال السابق المتجهة AM تساوي 1 لخمسة عامل لناقص المتجهة AB زائد 7 مرات متجهة AC والمتجهة AN تساوي 1 لس عامل لناقص المتجهة AB زائد 7 مرات المتجهة AC إذن لاحظوا ما بين المتجهتين AM و AN لدينا واحد عامل مشارك وهو ناقص المتجهة AB زائد 7 مرات متجهة AC إذن لاحظوا ما يمزيان إذن لضربنا المتجهة AN في 6 وقسمناها على 5 الآن نحصله على المتجهة AM وبالتالي المتجهة AM تساوي 6 على 5 المتجهة AN ومنه النقط A و M و N نقطة مستقيمية إذن إلى هنا ننتهي شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة